كل ربما انتخابات أمريكية يتساءل الشارع الإيراني من القادم هل هو أفضل بالنسبة لإيران هل سيزيل العقوبات هل سيكون هناك اتفاقية جديدة اتفاقية متعلقة بالسلاح النووي الإيراني نعم تحيي لكم ولا سيد مسوي ومشاهدين البرنامج يعني هناك عدة نقاط يجب أن نطرحها وكيفية التأثير هذه العقوبات على النظام الإيراني الأول وفقا إلى الاحصائية التي تم تقديمها من قبل مركز الدراسات في البرلمان الإيراني هناك أكثر من 540 مليار دولار من الصندوق الاحتياطي الإيراني تم اتلافه بسبب العقوبات يعني إيران استخدمت احتياطيها للتعويض للمشاكل المالية ولكن على الرغم ذلك الدولار يرتفع ثلاث أضعاف يصل إلى 30 ألف تمام النقطة الثانية العقوبات لم تأتي في زمن أوباما كانت قبل أوباما وازدادت في زمن أوباما ولذلك في 2012 عندما طرحت موضوع العقوبات النفطية إيران أصطرت للدخول في المفاوضات التي انتهت الاتفاقية النووية لذلك الوسائل التي تضغط على النظام الإيراني وتدفعه إلى مفاوضات وإلى اتفاقية كانت واضحة والآن أيضا واضحة هناك خلاف كبير بين المحافظين والمتشددين في داخل إيران وحكومة حسن روحاني المعروفة بالبراغماتية حسن روحاني بتقديري يريد انتصار بايدن لأن هناك بعض المسارات ستنفتح أمام حكومة حسن روحاني أيضا بعض الاتفاقيات سترجع وبعض التعاونات بين حكومة حسن روحاني سيدها شميان ولكن الرئيس الروحاني نفسه ووزير الخارجية محمد جواد ظريف وغيرهم أكدوا أنه إيران لا تكترث باسم الفائز بالانتخابات الأمريكية كيف يمكن فهم هذه التصريحات في ضوء الواقع؟ هذا كلام سلو الشعب الإيراني عن هذه الشعارات والهتافات هذه معروفة في داخل إيران أن الملالي يغنون ولا يفعلون وهذه فقط الشعارات هما يعرفون جيدا أن خاصة حكومة حسن روحاني تريد انتصار جو بايدن وتريد الارجاع للاتفاقية النووية والتعاون مع المجموعة خمسة زايد واحد ولكن هناك رأي آخر عند المتشددين المتشددين يريدون انتصار ترامب ودخلوا في مفاوضات مع ترامب في سلطنة عمان وهناك صحف أعلنت عن هذه الاجتماعات وهناك رجل جدا غريب من خامني شارك في هذه المفاوضات لأن ترامب يعتقد بأن لا يمكن الاتفاق مع حكومة حسن روحاني لأنها ليس لديها الغوة اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات بل هو يريد يدخل مباشرة بالاتفاق مع حكومة حسن روحاني نعم سيد هاشم يان وأيضا يعني واشنطن لديها رؤية في هذا الإطار وهناك ربما منسارات ممكن أن تتخذ وهناك نية أيضا من بعض الأطراف الوطنة المتحدة الأمريكية خاصة من الديمقراطيين بالعودة مجددا لتفعيل الاتفاق النووي هل ذلك ممكنا وهل ستوافق إيران على هذا العرض؟ يعني من حيث المؤسسات في الولايات المتحدة العقوبات التي تم إجراها من قبل السيد ترامب أكثرها اتخذت بمرسوم رياسي يعني لم تدخذ من خلال الكونغرس مجلس النواب أو مجلس الشيوك وثم يصادق عليها الرئيس لذلك هذه العقوبات جاءت بمراسيم رياسية من قبل شخص سيد ترامب إذا هناك نشهد فوز سيد بايدن وبيدن أيضا لديه نوايان يرفع هذه العقوبات حتى يرجع الاتفاقية النووية ويتعامل مع إيران ويتعامل مع الأوروبيين عليها أن يرجع هذه العقوبات وهذه الغرارات إلى الكونغرس إلى مجلس النواب طبعا الأغلبية في مجلس النواب هي للديمغراطيين ولكن في مجلس الشيوك الأغلبية هي إلى الجمهوريين إذا ما تغيرت بعد الانتخابات لذلك هناك صعوبة من رفع العقوبات من قبل سيد بايدن من أجل التغربة إلى إيران أو التعامل مع النظام الإيراني ترجمة نانسي قنقر